النادي الاهلي بيحب يلعب كورة يلعب كورة حلوة في الملعب يعني سانداونز عنده نفس الاسلوب النادي الاهلي بيحب يلعب مع الفرق دي في الريد سانداونز بتفكرني في الاسماعيلي لما بيكون في حالته بتلعب نفس اللعب نفس الاسلوب يحبوا يلعبوا كورة يحبوا المتوعى نفسهم احيانا بيعمله الاسلوب الجمالي ده هو على حساب النتجية في بعض الاحيان سانداونز احيانا بيعمل كده ولكن هو فريق شبه متكامل جدد عناصر كتير جدا فيه جاب خمس ست سبع العيبة تؤال آه في بعضهم لسه صغير ولكنهم يعني عندهم من الخطورة وخصوصا في الخط الأمامي بتهديد أي حد وفيهم هدفين كتير يعني فيهم ثلاثة هدفين في الملعب في فرق ساندونز السنة على المستوى الإفريقي وعلى المستوى المحلي نادي الأهلي مش موقف صعب فيه ناس بتحاول تصور لنا ان احنا في موقف صعب احنا كلنا لعبنا مباراة واحدة وانت عادي في المجموعة زي ما قلت لحضراتكم معرض انك تخسر مباراة معرض انك تخسر مبارتين وده اللي حصل فأول مباراة ولكن احنا لسه لنا مباراة مؤجلة لسه لنا مباراة النهاردة ان شاء الله ان شاء الله نطلع كسبانين لسه عندك تلات اربع مجالات كمان هي بس تتصعب لو لا قدر الله تتصعب بس لو لا قدر الله ما كسبتش النهار ان شاء الله نكسب بقول لحضراتكم النادي الاهلي ما يتخافش عليه في الموقف اللي زي دي ما يتخافش عليه مع فرق بتلعب كرة حلوة النادي الاهلي بيحب يلعب المتشدية مع فرق بقى غلصة وتقفل الجيم ده مش ستايل لعب سانداونز أبدا واللعب ده أصلا يعني بيبقى غلص لأي فريق كبير يعني تقعد بقى تعاني وبقى تتصعب عليك الأمور وخصوصا لو انت ضيعت جول وما جبتش يعني بتبقى الأمور كلها يعني مباراة دمات إيه سانداونز بيلعب كرة مفتوحة النادي الاهلي ان شاء الله قادر قادر بإذن الله انه يكسب تلت نقاط النهاردة بإذن الله ويكسب ماتش القطن بس ناخدها واحدة واحدة ان شاء الله وبإذن الله كمان يتصدر المجموعة ان شاء الله كلنا عندنا ثقة في لعبتنا وفي جهازنا الفني كل اللي بنتطلبه بس التوفيق عمل التوفيق في الملعب مهم جدا 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 نما كل ثقة ان لعبة النادي الاهلي نازلة النهاردة اولا مش عايز اقول للتعويض ولكن علشان نسيان نتيجة ماتش الهلال الاولانية ونبتدي النهاردة الانطلاقة بإذن الله الانطلاقة للوصول للمباراة النهائية هي دي عادة لعبة النادي الاهلي مكسب مهما كان بيلعب مين النهاردة فرقة كويسة فرقة نحترمها فرقة كبيرة فرقة عندها خبرات فرقة خدت بطولة بل كده فرقة مدعمة بلعيبة كتير على مستوى كبير او مستوى عالي لكن النادي الاهلي هو النادي الاهلي النادي الاهلي هو كبير القرى الافراقية زعيم القرى الافراقية سيد اسياد القرى الافراقية هو ده النادي الاهلي ان شاء الله بإذن الله بعد الماتش هنبرك لبعض على مكسب النادي الاهلي وما ننساش ايضا ان الجيل ده من اللعيبة حقق انجازات عديدة جدا 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 اولا لو تفتكر حضراتكم خد البطولة في نسختين متتاليتين مرة قدام الزمالك في القاضية ممكن 2020 كلنا فاكرين طبعا جول محمد مجدي أفشا وكمان أمام كايزر الشيفز الجنوب الأفريقي 2021 بالمغرب وكمان السنة اللي فاتت ساعد لنهائي البطولة الأفريقية كلنا طبعا عارفين الظروف المحيطة والمحيطة بالمباراة واللعب ماتش واحد على ملعب المنافس ولكن مش عايزين نتكلم عن موضوع التاني نفس اللعبة دي جابت اتنين سوبر إفريقي نفس اللعبة دي نفس الجيل ده جاب برونزينتين كسع عالم الأندية على المستوى الدولي بعيدا كمان عن إنجازات المحلية وعنده قدرات في تحقيق المزيد من الإنجازات زي النسخة الحالية إن شاء الله يقدر يحققها يقدر يحققها لأن عندهم إمكانيات وعندهم قدرات كبيرة وجاهزينه نفسها وعندهم حاجة كبيرة جدا 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 بقى وحنشوفها النهاردة إن شاء الله جمهور عظيم جمهور كبير جمهور فعلا بيضحي عشان خاطر ناديه جمهور النادي الأهلي وحتشوفوا النهاردة جمهور النادي الأهلي شكله إيه في المدرجات إن شاء الله إن شاء الله كلنا نفرح بعد المباراة جاز الفني أكيد بقيادة ميستر مارسل كولر جهز كل اللعبين على المستوى الفني والبدني والنفسي أيضا طبعا إحنا كل ماتش يعني ميستر كولر بيدوخنا شوية في حتة التشكيل ولكن هو المدير الفني هو قدرى واحد بحالة لعبته سواء فنية أو البدنية مفيش مدرب مش عايز يكسر مفيش مدرب في العالم أو في الدنيا مش عايز يكسر فكلنا ثقة النهاردة إن أي تشكيل وأي لعب حيكون في التشكيل النهاردة كلنا ثقة فيه لأن لعبت النادي الأهلي كلهم رجالة ليهم مسيرة وتاريخ كبير جدا 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 وإن شاء الله زي ما قلتوا لحضراتكم البداية من اليوم الانطلاقة للوصول للمبرارة النهائية النهاردة بإذن الله هي البداية قدام سانداونز ترجمة نانسي قنقر